مسلسل الإشعاعات الذي استهدف الأدوية المنتجة محلياً طرح مجموعة من الأسئلة خصوصاً أنها تتعرض دون غيرها إلى شكوك في مدى نجاعتها مع احتمالات تتهم حصول هذا الأمر لصالح أطراف مجهولة تعمل على إحداث قلق بين المواطنين وحول حاملات التشويه هذه تؤكد وزارة الصحة لوجود مشويشين يستهدفون المنتجة الصيدلانية المحلي وهو الأمر الذي سيقود إلى متابعتهم قضائياً مثل ما حدث مؤخراً مع دوائي رمافاد الذي أثرت حوله ذات جعرضت شركة صيدالي لأمختلف الانتقادات حسب المعلومات التي لدينا المجمع الصيدل هو يكون يتبع قضائياً للمشاورين هذه القضية وتخضع جميع الأدوية المتواجدة في السوق إلى رقابة صارمة المحلية الصنع منها أو المستوردة لذلك يرجح مراقبون على أنها تستوفي جميع شروط السلامة الصحية وهو ما أكده مجدداً المدير العام للصيدلة بوزارة الصحة حام كل أدوية سواء الأدوية المنتجة محلياً أو الأدوية المستوردة تخضع للمراقبة بالنفس الطريقة أولاً قبل ما تكون في السوق لازم تسجل وهو التسجيل الأدوية بملف صيدالي تخضع للمراقبة مدة 6 شهر سواء فيما يخص الملف بالذات أو المراقبة التقنية عن طريق المخبر الوطني للمراقبة المواد الصيدلانية المواطنية تجمس تلكها بآمنة وآمنة ما رهان التحديات ما زال طويلة مام قطاع الصحة وهو يسير طريقه نحو ضبط وتنظيم سوق الأدوية من جهة ومحاربة المشوشين من جهة أخرى من أجل ضمن تطور والظهار الصناعة الصيدلانية الجزائرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر